ثم حدثتكم عن حركة إجهيمان الاعتياب تقدم الكلام في حلقتين وهذه حلقة ثالثة سأكمل كلامي من حيث انتهيت سأعرض لكم بعض الوثائق التي تقرب لكم الصورة بنحو من الأنحاء الحكومة السعودية طمرت كل شيء ولكن بقيت بقايا من الوثائق رجاء اعرض لنا صورة إجهيمان هذه صورة إجهيمان الاعتياب وهي الصورة المشهورة في الإعلام وعلى الشبكة العنكبوتية لا توجد صور أخرى تكون أوضحة من هذه الصورة لابد أن تعرف من أن إجهيمان الاعتياب كان وسيما كان وسيما وكانت شخصيته تتميز بالأريحية مع أنه بدوي لكنه كان أريحيا ولهذا السبب كان له من التأثير الواضح على الذين اتبعوا صورة إجهيمان هذه صورة مشوهة إنها صورته بعد إلقاء القبض عليه وتلاحظون آثار الدخان على وجهه لأنهم كانوا في داخل الحرام يشعلون النيران لأجل أن يشكل الدخان حاجزا من حواجز الحماية في بعض المواضع من الحرام أعرض لنا الصورة الثانية ربما تكون بلون أفتح قد تكون أوضح هذا هو إجهيمان ابن محمد ابن سيف الاعتيابي ولد سنة 1936 ميلادي عاش في منطقة ساجر والتي هي هجرة من الهجر التي بناها عبد العزيز آل سعود ومر الكلام بخصوصها لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم فهذا هو قائد الحركة أما القحطاني محمد ابن عبد الله القحطاني والذي عرضوه للناس على أنه المهدي صورة وحيدة متوفرة لدينا صورة له بعد مقتله رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة هذا هو محمد ابن عبدالله القحطاني الذي عرض للناس على أنه المهدي وتمت مبايعته بين الركن والمقام إذا ما دققتم النظر في صورته مع أن صورة ليست واضحة جداً ولكن الذي تحدث عنه من أنه أجلى الجبين أجلى الجبهة وأقنى الأنف هتان الصفتان واضحتان في هذا الرجل فهذا الجبين الذي يظهر في الصورة مع أن صورة ليست واضحة جداً هذا الجبين يعبر عنه بأنه أجلى الجبين وكذلك بالنسبة لأنفه إنه أقنى الأنف وآتان الصفتان ذكرة في الأحاديث في جملة الصفات الجسدية للمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه من جملة القرائن التي اعتمدوا عليها في تشخيص أن هذا الرجل هو الإمام الذي ينتظره المسلمون سأعرض لكم بعضاً من الفيديوات القصيرة والتي تخبرنا عن حالهم بعد اعتقالهم لا يوجد الكثير من الوثائق ولا توجد فيديوات مطولة وإنما هي لقطات من هنا وهناك رجاء اعرض لنا الفيديو الأول وستلاحظون ستلاحظون في آخر الفيديو ستلاحظون أن القوات السعودية تعتقل نساء وأطفالاً مثلما حددتكم في حلقة أمس من أن جهيمان والذين معه البعض منهم استحبوا معهم نساءهم وأطفالهم وبعض نسائهم وأطفالهم قتلوا في المسجد الحرام الأمير فهد الذي كان ولياً للعهد حينما اقترح على الملك خالد من أن يقوم بإعدام عوائلهم إنه يتحدث عن العوائل هذه فكان يتخوف منها عن العوائل التي كانت معهم في داخل المسجد الحرام وعن الآخرين الذين يرتبطون بهم في الخارج رجاء اعرضوا لنا الفيديو لو بدأوا التجهون من غرفة إلى غرفة حتى وصلوا إلى آخر غرفة لآخر لحظة لآخر دقيقة قبل أن نمسكهم ونطلعهم كانوا يسفكوا الدماء وكانوا يقتنصوا كل فرد يحاول الاقتراب ما استسلم أحد استسلام كلهم مسكوا مسك والحمد لله رب العالمين ونذهب إلى الفيديو الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تلاحظون أن آثار التعب واضحة عليهم كانوا متعبين جدا كان نومهم قليلا وأتعبهم القتال وأذاهم الجوع لأن طعام الذي هيئوه قد انتهى لم يبقى منه شيء فهم بحسب حساباتهم أنهم سيبقون في المسجد الحرام ثلاثة أهيام لكن القضية استمرت إلى اليوم الخامس عشر في اليوم الخامس عشر دخلت القوات السعودية بمساعدة الكماندوس الفرنسي واستطاعوا القاء القبض عليهم فأثار الجوع واضحة أثار التعب وأثار السهر واضحة فضلا عن آثار الدخان والزيت والغاز على وجوههم وأبدانهم وثيابهم وعلى شعورهم على شعرهم بشكل واضح نذهب إلى الفيديو الثالث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الإنسان وهكذا يعبث الإنسان بنفسه لا أتحدث عن مناظرهم وإنما أتحدث عن الطريقة التي كانوا يبنون دينهم على أساسها فحديثنا عن لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي وهذه الصور التي تشاهدونها تطبيقات عملية واقعية على الأرض لهذا الذي أحدثكم عنه رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتية لبيان حركة جهيمان الاعتاب هذا البيان الذي قرأه خالد اليام قطعا سأعرض لكم مقطعا منه لأن التسجيل ليس واضحا جدا وسيكون متعبا إذا ما عرضنا مقطعا طويلا سأعرض لكم مقطعا تسجيليا بصوت خالد اليامي وهو يقرأ بيان حركة جهيمان عن المهدي وبيعته البيان موجود بين يدي الأوراق التي تشاهدونها على الطاولة أمامي هذه الأوراق نسخة من بيان حركة جهيمان الاعتاب إنه البيان الذي تلاه خالد اليام تمهيدا لبيعة المهدي بين الركن والمقام فبعد انتهاء قراءة البيان بدأت مبايعة محمد بن عبدالله القحطاني على أنه المهدي وكذلك بين يديهنا نسخة من البيان الذي هيئته الحكومة السعودية وطلب من علماء الدين من كبار علماء الدين الوهابيين أن يوقع عليه عبدالعزيز ابن باز مثلا لم يكن في بداية الأمر موافقا على مهاجمتهم فهؤلاء جماعته صحيح أنهم بعد ذلك أخذوا طريقهم لوحدهم لكن عبدالعزيز ابن باز كانت له علاقة مع جهمان ومع الذين في دائرة جهمان ومر الكلام بهذا الخصوص والحكومة السعودية يعرفون هذه الحقيقة ومع الله ومع ذلك أهانوه أهانوه حينما جلبوه إلى قصر الملك خالد وضعوه في خلفية سيارة وانيت وأودعوه 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 في السجن لليلتين وبعد ذلك التقى بالملك خالد مع مجموعة من كبار علماء الوهابيين بحسب البيان الذي عندي فإن عدد الذين وقعوا على هذا البيان سبعة وعشرون من مشايخ الوهابيين أولهم الشيخ عبد الله ابن حميد وآخرهم الشيخ محمد إبراهيم العيسى الاسم الثاني الشيخ عبد العزيز ابن باس وهكذا سبعة وعشرون من مشايخ الوهابيين هم الذين وقعوا على البيان الذي جرم جماعة جهيمان العتيبي شرعيا وأجاز قتالهم وقتلهم مقترح ابن باز أن يذهب إلى مكة وأن يلتقي بجهيمان ومن معه كي يقنعهم من أن الذي يقومون به ما هو الصواب هذا الذي كان قد اقترحه عبد العزيز ابن باس ولكن الملك خالد والذين معه من الأسرة الملكية الحاكمة رفضوا هذا الكلام وجاءوهم ببيان مكتوب ومهيئ ووقعوا عليه في التسجيل الذي سأعرضه عليكم هناك صوتان الصوت الأول الذي يقرأ البيان هو صوت خالد اليامي الصوت الثاني والذي يعطي تعليمات فلان عليك أن تطلق النار في الحالة الفلانية فلان يذهب إلى المكان الفلاني هذا الذي يعطي التعليمات هذا هو إجهيمان الاعتبي إذن هذا المقطع التسجيلي يشتمل على صوت خالد اليامي وهو يقرأ البيان وعلى صوت إجهيمان الاعتبي وهو يعطي التعليمات وستتلمسون اللهجة البدوية الواضحة حينما يتكلم إجهيمان الاعتبي رجاء أعرض لنا الوثيق وغير هذه حفظ على الضوء الواضحة وغير الواضحة وسبب الله محتج الواضحة وكل محتج سندد وكل مجر سنب وغير وغير سند على الله وغير وغير على الله وغير وغير عام وغير الضوء وغير أنه ماذي عرف أنه ماذي الحديث الاول علي بسعود الله عنه وياه بار رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يغطر الدرس الى اليوم لطفر الله هذا اليوم حتى يدعى من الرجل فيه يوجل من البيس يواضع اسمه اسمه واسمه بيه اسمه بيه يا من الارض تسما وهدها كما مرغت جورا وهنا والله درموت ماذا حديث فريح الحديث السامري على بيه شعيد من الله عنه وياه بار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلم ان اهدئ مني اجلال جبهة اعطل الحر يا من الارض تسما وهدها كما مرغت جورا وهدها يمزح الشرح السريين الله احباد واغدرون الحديث الثالث عن عميزة كادة رضي الله عنه وياه بار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارله لمجرم فإن حقن والنظار ولن يتبح الى البيت عزاء الله لا يسأل عن حركة الارض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم العالمين الى محمد العالمين وصلى الله وسلم يا اخواننا انتبهوا لتسكيل الامر يا احمد الحيبي اضغح الصدور ومغايد هناك مغد على البيبال اضغط نفسك بها ظأن放روا التسكيل الامر يا اضغط يا أباه الحلمي أجل الشمالية أجل الشمالية أثناء يا أقام العفاد أباهو والحيمي أباهو والحيمي أجهاء الجنوية لها من اللي هو الحمال الجنوية؟ لا شهر لا شهر شهر أجهاء الجنوية ماذا أبود للإخوان؟ بقية الإخوان شاهر شاهر وهمر تبقى الله ومهلال يبقى لما يسكر المقاف ما كدير من الإخوان ما كدير من الإخوان يسكر محلاتهم الزاعة بعد الزاعة وبعد ما يحدون الناس الزاعة بعد الزاعة ما يحدون الناس ليكونوا ليونهم لمن الحق ومن كان يحيد الحق وليأجي منه وليأتدى على حالنا حق العالمي الخير وليد الوجه ما لا يحبه العاصوف مسلسل سعودي يتحدث عن الحياة السعودية في السبعينات وما قبلها بعض حلقاته تناولت حادثة الهجوم على المسجد الحرام إنها حركة جيمان الاعتابي وما قام به في واحد محرم ألف أربعمية للهجرة الموافق عشرين اهدعش ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ميلادي هذا المسلسل أنتجته قناة الأم بي سي السعودية اخترت منه مشهدين المشهد الأول إنه المشهد الذي يمثلون فيه مقتل القحطاني حينما يمثلون كيف أن المهدية قد قتل قطعا لم يقتل بهذه الطريقة نشاهد المشهد وبعد ذلك أعلق عليه مشهد تمثيلي عابر الأحداث لم تكن جرت بهذه الطريقة المدرعات العسكرية دخلت إلى المسجد الحرام لكنها متى دخلت دخلت في اليوم الخامس عشر حاولت أن تدخل قبل ذلك لكنهم فشلوا مجموعة جيمان الاعتابي قاتلوا قتالا شديدا في اليوم الأول حينما أرسل فواز ابن عبد العزيز الذي كان أميرا على مكة أرسل قوة مظلية وطائرات وطائرات هليكوبتر قتلوا جميع المظليين قتلوهم اصطادوهم واحدا واحدا وهم في طريق نزولهم إلى الأرض فقتلوا جميع المظليين وأسقطوا طائرة مروحية هذا في اليوم الأول القوات البرية التي أرادت أن تقتحم الأبواب قتلوهم جميعا ولذا دخل الرعب إلى قلوب الحكومة السعودية إلى قلوب المسؤولين في الحكومة السعودية لقد حاروا حاروا حيرة شديدة ومن هنا استعانوا بالقوة الفرنسية بعد ذلك هي التي استطاعت أن تقتحم الحرام من خلال المخطط الذكي والبرنامج البرنامج الدقيق الذي استعملوه الحكومة السعودية جلبت كمية كبيرة من القنابل الغازية اشترتها من فرنسا فقد استعمل عدد هائل من القنابل الغازية قطعا هذه العملية عملية الكوماندوس الفرنسي في اقتحام المسجد الحرام ليست مسجلة في السجلات الرسمية العلنية للحكومة الفرنسية وليست مسجلة في سجلات العمليات العسكرية للقوات الفرنسية في السجلات العلنية اذا اراد احد ان يذهب الى السجلات العلنية للعمليات الفرنسية للقوات العسكرية او للسجلات التي تثبت فيها الاتفاقيات فيما بين الحكومة الفرنسية والحكومات الاخرى لا يوجد ذكر لهذه العملية ابدا قطعا قطعا تذكروا في السجلات السرية ومن هنا فان السعوديين كانوا ينكرون هذا الامر الامر معروف في الاوساط السياسية الغربية لكن في الاوساط العربية لم يكن معروفا جدا الكلام ذكر في بعض الكتب في بعض الابحاث السياسية لكنه لم يكن معروفا عند عامة الناس قناة الجزيرة القطرية هي التي قدمت برنامجا وفضحت الامر بنحو موثق والتقت بالضباط الفرنسيين ذهبت الى منازلهم في فرنسا والتقت بهم وهم الذين تحدثوا وبينوا الحقائق مثل ما عرضتها قناة الجزيرة على الإعلام الغربي قد تحدثوا قبل ذلك لكنهم لم يكشفوا كل شيء هناك أمور مثل ما قالوا لا يستطيعون أن يتحدثوا بها لأنهم قد أعطوا عهودا على الالتزام بالسرية بخصوص تلك المعلومات في البداية كان هناك اقتراح ليس من الكوماندوس الفرنسيين وإنما من الأسرة الحاكمة ومن القوات العسكرية كان هناك اقتراح أن يغرقوا المسجد الحرام بالماء أن يفتحوا الماء ما عليه حتى يمتلئ القبو يغرق المسجد الحرام بالماء وبعد ذلك يوجهون صعقة كهربائية عالية جدا بفلطية عالية لكي يقتل الجميع وهذا المقترح كان الأمير فهد في وقته الذي كان وليا للعهد كان معجبا به وكان يريده أن ينفذ لم ينفذ هذا المقترح المقترح الفرنسي هو الذي نفذ باستعمال القنابل الغازية شركات تركية لها علاقة بالجيش التركي هي تابعة للجيش التركي كانت تعمل في السعودية تعمل في مشاريع عمرانية هم الذين فتحوا الثقوب وفتحوا الفتحات في بناء المسجد الحرام ومن خلالها ألقيت قنابل الغاز بالنسبة للقحطاني القحطاني قتل في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع نحن لا نمتلك معلومات دقيقة لكن أكثر الذين تحدثوا عن الواقعة cups وكانوا قريبين من الأحداث قالوا أنه قتل في اليوم الثالث ونقل في اليوم الرابع ليس مهمة كان قتل في اليوم الثالث أو كان قتل في اليوم الرابع قتل في المسعى قتل برصاص من الطائرات المروحية الطائرات المروحية كانت تدور حول المسجد الحرام ولكنها بمستوى عال بعدما أسقطوا طائرة مروحية في اليوم الأول بقيت الطائرات تدور بمستوى عال وتطلق الرصاص على جميع جهات المسجد محمد عبدالله القحطاني لم يكن محتاطا كان يتحرك في وسط الرصاص لأنه يعتقد من أنه لن يقتل فجاءته إطلاقة من هذه الطائرات المروحية من الرشاشات التي تطلق رصاصها باتجاه المسجد الحرام فقتلته المشهد الذي مثل إنه مشهد تقريبي فإن القحطاني لم يقتل بهذه الطريقة التي صورت في المشهد التمثيلي نذهب إلى مشهد آخر أيضا من مشاهد العاصوف هذا المشهد يعرض لنا عملية فتح الثقوب في بناء المسجد الحرام كي يفتحوا منافذ يستطيعون من خلالها أن يلقوا القنابل الغازية في القبو الذي كان جيمان وجماعته يحتمون به رجاءً اعرض لنا المشهد المشهد نقل لنا صورةً تقريبيةً عن الذي جرى في الساعات الأخيرة من مجريات هذه الواقعة وهذه الحادثة وهكذا انتهى الأمر وبعد ذلك أعدموا من أعدموا وسجنوا من سجنوا وأطلقوا السراحة بعضهم عدد الضحايا ليس هناك من معلومة دقيقة قطعا المعلومات التي نشرتها الحكومة السعودية ليست صحيحةً بالمطلق الحكومة السعودية حكومة عربية هذا أولاً ستكون كاذبة لأن الحكومات العربية على الإطلاق حكومات كذابة أكثر من كاذبة الحكومات العربية حكومات كذابة 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 حتى في المواطن التي لا يحتاجون فيها إلى الكذب إنهم يكذبون هذا هو ديدن الحكومات العربية الحكومة السعودية حكومة عربية وإسلامية والإسلاميون أكذب الإسلاميون أكذب من الشيوعيين وأكذب من القوميين وأكذب من البعثيين أتحدث عن الإسلاميين من الجهتين من الجهة الشيعية ومن الجهة السنية فالحكومة السعودية كذبها مضاعف من جهة أنها حكومة عربية كذابة ومن جهة أنها حكومة إسلامية فهي أكذب وألعن ولذا فإن المعلومات التي طرحتها في ذلك الوقت التي تخبر عن عدد الضحايا وعن الأضرار معلومات كاذبة هناك من تحدث عن مئات من القتلى وهناك من تحدث عن آلاف آلاف من القتلى من جملة ما تحدث به الكوماندوس الفرنسيون تحدثوا عن آلاف من القتلى هم لا يمتلكون أرقاما دقيقتان وإنما يتحدثون عن الذي شاهدوه بأعينهم فإنهم يتحدثون عن آلاف من القتلى البرنامج هنا ليس للتدقيق في هذه التفاصيل لكنني مضطر لذكرها وعرضها كي تكتمل الصورة التي أقدمها لكم فأنا لست مهتما بالأعداد وهل أن الحكومة السعودية صدقت أم كذبت وهل أن الأرقام التي تحدث عنها الفرنسيون هي أرقام دقيقة كل هذا ليس مهما لكن حكما منطقيا يقول عدد القتلى سيكون كثيرا كم هو لا ندر أتذكر شيئا ذكره ناصر الاحزيم ناصر الاحزيم هذا صديق مقرب من جيمان الاعتاب كان ملاسقا له لكنه لما بدأ جيمان الاعتاب يصر على قضية المهدي كما يقول هو بدأ يتملص شيئا فشيئا وكان على علم بمخططهم في الدخول إلى المسجد الحرام لكنه لم يكن معه كان في بيته بحكم علاقته بجيمان الاعتاب اعتقلته السلطات السعودية وأودعته في السجن وبعد أن خرج من السجن كتب كتابا يتحدث فيه عن تجربته مع جيمان الاعتاب والكتاب معروف في الأوساط السعودية أيام مع جيمان لناصر الحزيم هذا ناصر الحزيم كانوا يصفونه بأنه ظل جيمان لأنه كان ملاصقا لجيمان على طول الوقت وعلاقته شديدة جدا بجيمان هو يقول ناصر الحزيم من أنه بعد أن طرح موضوع المهدي ومن أن القحطان هو المهدي يقول أنا سألت القحطان قلت له ماذا تقول أنت عن هذا الكلام فقال لي إنني في البداية لم أكن مصدقا لم أكن موافقا ولكن ني بعد ذلك صدقت الأمر على أي أساس مثل ما ينقل الحزيم يقول القحطان اعتمد على الاستخارة من أنه استخار الله في الأمر والاستخارة أمر ديني موجود عند الشيعة وعند السنة ولكن كل مجموعة لها طريقتها في الاستخارة فالحزيم يقول من أن القحطان اعتمد على الاستخارة والاستخارة أمر ظني بل هي دون الأمر الظني أمر ظني اعتمد على الاستخارة وعلى الرؤى والمنامات وحدثتكم في الحلقة الماضية عن بعض هذه الرؤى وعن بعض هذه المنامات التي الجأته لأن يعتقد في نفسه أنه هو المهدي محمد النفاعي وهو ضابط سعودي كبير هو الآن متقاعد محمد النفاعي كان في قوة الأمن الخاصة وأبلغ بأن يتحرك باتجاه مكة وتحرك باتجاه مكة من دون أن يعلم ما الأمر ولما وصل إلى مكة ذهب إلى الفندق الذي كان يستقر فيه الأمير سلطان والأمير نايف الحكومة السعودية المالكة رموزها أمراؤها كانوا يستقرون في فندق في مكة لمتابعة الأمر على أي حال حكايته فيها كلام وتفصيل يقول بعد أن ألقينا القبض على إجهيمان الإعثابي جاءوا به إلى الفندق الذي كان فيه الأمراء من آل سعود ومن جملة الموجودين سعود الفيصل الذي كان وزيرا للخارجية جلبوا إجهيمان القوات العسكرية جلبوه إلى حيث الأمراء فكان الذي جاء به كان يجره من لحيته بحسب رواية محمد النفاعي سعود الفيصل قال اترك لحيته وأجلسه في زاوية فسأله سعود الفيصل ما هذا الذي فعلته ما الذي حدث يقول إجهيمان أجاب قال الشيطان الشيطان ورطني وهذه حقيقة الشيطان ورطه وإن كان هذا الجواب يقوله الجميع من دون اعتقاد به لكن كلامه في غاية الدقة بغض النظر أكان معتقدا به أم لم يكن لقطة أخرى ترتبط بالموضوع عبدالله الحربي هذا كان من أصدقاء إجهيمان وكان في المدينة المنورة لكنه لم يكن متفقا مع إجهيمان على قضية أن القحطان هو المهدي إلا أنه يعلم بأنهم سيذهبون إلى المسجد الحرام وسيمكثون ثلاثة أيام بحسب ما كانوا يعتقدون ومن أن جيش الخسفي سيخسف به في تبوك في اليوم الثالث انتهت انتهت الأيام الثلاثة واستمر الحصار وازدادت المعركة قسوتان عبدالله الحربي أخذته الغيرة فماذا قرر قرر أن يقتحم المسجد النبوي لماذا كي يخفف الضغط على جماعة إجهامان فأراد أن يستعين بقبيلة إجهامان لماذا لأنهم أخوان وهذه الحركة حركة أخوانية إنهم أخوان من طاع الله تلاحظون أن التفاصيل كلها حتى الذين لم يتورطوا في الهجوم على الحرام لا زال يرتبطون بمجموعة إخوان من طاع الله فذهب إلى منطقة ساجر التي هي منطقة إجهامان الاعتابي كي يستعين بمجموعة من عشيرته من اعتابه من عشيرة إجهامان كي يستعين بهم لاختحام المسجد النبوي وأن يفعلوا في المسجد النبوي ما فعل جهيمان في المسجد الحرام لتشتيت جهد الحكومة السعودية حتى يخف الضغط على مجموعة جهيمان في المسجد الحرام وذهب فعلا إلى منطقة ساجر واستطاع أن يحشد جمعا من هناك ولكن ألقي القبض عليه وعلى من معه ففشل مخططه القضية كبيرة وكبيرة جدا ولذا قلت في أول حديثي حينما بدأت الحديث عن حركة جهيمان قلت إن آثار حركة جهيمان لا زالت موجودة ولا زالت موجودة بقوة والذي أقدره من أن هذه الحركة التي هي من تفاريع حركة حركة أخوان من طاع الله هي التي ستفتت السعودية في قادم الأيام فرجال الدين مع رجال القبائل هذا الكلام أقوله معتمدا على قراءة الواقع ومستندا إلى الأحاديث التي بيّنت لنا الخارطة السعودية حينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك حكومة في البلاد لكنها ضعيفة جدا والمجتمع يكون متقسما هذا الذي نلمسه في الروايات والأحاديث قطعا لابد أن نعرف من أن الوقائع التي ذكرت في الروايات والأحاديث تكون خاضعة لقانون البدا يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع نذهب إلى فاصل حدثتكم في الحلقة الماضية عن بعض الرؤى والمنامات وهي كثيرة كثيرة لابد أن تعرفوا من أنهم ألفوا كتابا فيما بينهم ليس كتابا يباع في المكتبات ألفوا كتابا فيما بينهم يجتمل على مئتين وخمسين مناما وهذه المنامات كانت موثقة يذكرون المنام ثم يذكرون التفاصيل التي ترتبط بالذي رأى المنام الذي رأى المنام فلان ابن فلان ابن فلان من الدولة الفلانية من السعودية مثلا أو من اليمني أو من الكويت أو من أي مكان آخر من المدينة الفلانية من القبيلة الفلانية يعرفه فلان وفلان من جماعتهم رأى هذه الرؤية في الزمان الفلاني وفي المكان الفلاني فهناك عدة أشخاص تفرغوا لهذا الموضوع فجمعوا في ملف واحد في كتاب واحد كان متداولا فيما بينهم ويعطى للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة في أجوائهم يشتمل على مئتين وخمسين مناما لكن المنامات لم تتوقف عند هذا الحات ما بعد تعليف الكتاب بقيت المنامات تترا في الفترة التي كانوا في المدينة كانوا يكتبون المنامات ويضعونها على جدران البيت الذي كان مركزا لهم إنه بيت الأخوان الثاني في الحرة الشرقية في المدينة المنورة يقولون من أن عدد المنامات تجاوز المئتين والسبعين مناما في ذلك الملف في المطبوع ذكروا مئتين وخمسين مناما لرجال لنساء وفي بعض الأحيان لعائلة واحدة رب الأسرة زوجته أولاده بناته الجميع يرون يرون منامات بخصوص هذا الموضوع لكن بعضا منها هو الذي أثر تأثيرا كبيرا في القحطان ذكرت لكم منام زوجته حينما كانت صغيرة ولم تكن تعرفه ولم تكن قد تزوجت بعد من أنها رأت مناما يخبرها هذا المنام ستكونين زوجة للمهدي في قادم الأيام وذكرت لكم الحكاية المنام المتكرر بحسب ما ادعته تلك العجوز إنها عجوز بئر ساجر هكذا أطلقت عليها هذا العنوان حينما نزلوا وأرادوا أن يتوضأ القحطان ومن معه تركوا سيارتهم وأرادوا أن يتوضأ لأنهم وصلوا إلى هذا المكان في وقت الصلاة تلك المرأة العجوز التي حملت الماء ووضعت الأوعية على الأرض أوعية الماء مدهوشة حينما شاهدت القحطان ومر الكلام ماذا قالت له من أنها في كل ليلة تراه في المنام ومن أن الخبر عندها من أنه المهدي الذي سيبايع له بين الركن والمقام هناك منام آخر عجيب بحسب السياقات المتعارفة في الحياة وإلا ما هو بعجيب على إبليس في طريقهم في طريقهم من المدينة إلى مكة هذا آخر شيء أثر تأثيرا كبيرا بالقحطان المطلعون على هذه التفاصيل هم الذين يخبرون ويتحدثون في طريقه من المدينة إلى مكة القحطان كان يعيش في المدينة بيته في المدينة لما اقتربت ساعة الصفر وتوجه إلى مكة لأجل أن تكون البيعة بين الركن والمقام في الطريق ما بين المدينة ومكة قطعا هم لم يذهبوا جميعا وإنما ذهبوا أفرادا أو مجموعات قليلة والتقوا هناك في مكة فذهب القحطان مع بعض الأفراد من مجموعتهم هو يقول يحدث الذين حدثهم حدث طارئ فأوقفوا السيارة لأمر من الأمور ونزل القحطان قطعا نزلوا في مكان هناك بيوت هناك أناس هناك محلات ودكاكين فنزل القحطان من السيارة متجها إلى الجهة التي كان يقصدها في الطريق صادفته امرأة عجوز قد تقولون لماذا امرأة عجوز الشيطان يحكم عمله ليس مستساغا في الأجواء السعودية أن شابة لا تعرف شابا تأتي تحدثه في وسط الشارع ولذا فإن امرأة كبيرة السن ستكون مناسبة جدا ومن هنا تكرر هذا الأمر مع أكثر من امرأة كبيرة السن بالنسبة للقحطان امرأة كبيرة السن كانت تسير في الشارع فاستوقفت القحطان وقالت له أنت محمد بن عبدالله القحطان أنت المهدي وانت رايح إلى مكة للبيعة متوجه إلى مكة للبيعة فسألها شلون عرفت هذا قالت شفتك بالمنام لعدة ليالي عدة ليالي وأنا أشوفك بالمنام أنت محمد عبدالله القحطان وماك غيرك أنت المهدي وانت رايح حتى تبايع متوجه إلى مكة لأجل أن تبايع بين الركن والمقام هذا مشك الختام بالنسبة للقحطان ما هو بمسك الختام هذا مسك الشيطان هذا مسك شيطاني لختام الأمر فتيقن هذا الرجل من أنه المهدي وكان الذي كان بعد ذلك حتى بعد أن قتل وأخفى إجهيمان الاعتاب جثته وكثر السؤال بين الموجودين في المسجد الحرام عن القحطان أين هو وأجاب بما أجاب إجهيمان لكن أولئك الأشخاص كانوا يرون في تلك الأيام أيضا في مناماتهم يرون أن القحطان حي يرزق ومن أنه المهدي ومن أنه سيعود إليهم وصدقوا بما قاله إجهيمان من أنه محاصر في موقع من المواقع في القبو ومتى سيرتفع الحصار سيعود إليهم الأن كان من هذا بعضهم كان يسمع أصوات بالمسجد الحرام المحققون كتبوا من أنه دخل في حالة هالوسة ما هي بهالوسة صحيح هناك هالوسة يصاب بها الإنسان بسبب مرض عقلي بسبب مرض نفسي وفي بعض الأحيان بسبب مرض عضوي حينما يصاب الإنسان بالشقيقة القاتلة بالصداع الشديد المستدي مع نقص في التغذية يؤدي هذا به إلى الهلوسة خصوصا إذا كان قليل النوم قلة النوم قد تبعث على الهلوسة الأطباء يقولون أنا ناقل لكلامهم المحققون السعوديون كتبوا في تحقيقهم عن هؤلاء الذين كانوا يقولون من أنهم كانوا يسمعون أصواتا حينما كانوا في المسجد الحرام من جماعة إجهيمان يسمعون أصواتا تنبئهم بشيء فكتبوا من أنهم كانوا يهلوسون ما هي بهلوسة الهلوسة أن يسمع الإنسان أصواتا لا حقيقة لها أو أن يرى أشياء لا حقيقة لها أو أن يشم رائحة لا وجود لها الآخرون لا يستشعرونها هذه هي الهلوسة لها مصادقها ولها آثارها وأعراضها هؤلاء ما كانوا في حالة هلوسة هذه أصوات شيطانية كانوا يسمعون أصواتا تخبرهم من أن الجيش القادم من الشام قد وصل إلى تبوك وخسف به وأخذ هذا الخبر ينتشر فيما بينه من أن الجيش القادم من الشام من العراق كما كانوا يعتقدون قد خسف به فكانوا يفرحون بهذه الأمور التي يسمعونها وبعد ذلك ينقلونها إلى أصحابهم قضية شيطانية ابتدأت بالهواجس الفكرية وانتقلت إلى الجهل بمعرفة الدين إنهم يعتمدون على الأخبار المحرفة وهم اعتمدوا على الأخبار المحرفة التي يعتقدون من أنها صحيحة بالمطلق وفقا لمنهج الألباني إنه أستاذهم ثم يقومون بتحريفها وبتطبيقها الخاطئ وتأتي المنامات التي لا تكون مصدرا للدين يشكلون منها مصدرا للإمامة هؤلاء هؤلاء لا يقبلون الإمامة من القرآن ومن حديث العترة ويقبلون الإمامة من المنامات التي لا قيمة لها وفي الوقت نفسه يدعون أنهم يصححون الأحاديث ولا يقبلون إلا بالصحيح مهزلة الشيطان ومسخرة الشيطان مصداق صريح صريح جدا لعنوان هذه الحلقات لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة هذه المصادق الواضحة هذه المهزلة دينهم مهزلة وهذا واقعهم واقعهم مسخرة الحكاية طويلة طويلة إذا أردت أن أدخل في كل تلافيفها وإذا أردت أن أنظر في زوايا زواياها نذهب إلى فاصل إلى هنا بينت لكم الظروف الموضوعية والملابسات التأريخية لحادثة لحادثة اقتحام الحرم المكي في الأول من شهر محرم بحسب التقويم السعودي سنة 1400 للهجرة حددتكم عن السياق التأريخي وعن الانفصام فيما بين آل سعود وبين مشايخي الوهابية المتشددة كل هذا مرة علينا وبينت لكم تفاصيل الواقعة بكل خلفياتها ومسبباتها وحدثتكم عن المجريات التي جرت وعن الكواليس وأهم شيء في الكواليس هذه المنامات الغريبة العجيبة كل هذا كان سردا من وجهة نظري ليس مهما كان سردا ليس مهما وإن كان سردا لواقعة نحن لا نعرف مثيلا لها في التأريخ بحدود معلومات لا أعرف واقعة تماثلها في الفرق الباطنية على سبيل المثال الفرق الباطنية تتأسس وتتشكل وهم لم يروا مناما واحد أتحدث عن الفرق الباطنية في الأجواء الشيعية لم يروا مناما واحدا أو ربما رأوا مناما ليست فيه من دلالة مباشرة وإنما يتأولونه تأويل تتشكل الفرق الباطنية عندنا لمجرد ادعاءات أما قضية بهذا التركيب المعقد على الأقل بحدود معلومات لا أعرف لها مثيلا لا في الفرق الباطنية الشيعية ولا في الفرق الباطنية الصوفية عند السنة هذا لا يعني أنه لا توجد حوادث لها خصوصيتها قد حدثتكم ومن رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف أن شيطانا كان يتمثل بصورة إسماعيل ابن إمامنا الصادق الذي توفي ويأتي إلى أولئك الأفراد من الشيعة الذين يعتقدون بأن إسماعيل لم يمت وإنما غاب فهذا أكثر غرابة من الرؤى والمنامات لكنني كنت أحدثكم بالإجمال فإنني أتحدث هنا عن الأجواء السنية وأتحدث هنا عن الأجواء الشعية العام أما إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل الوقائع التي كانت تقع قريبة من أفنية أئمتنا فإن فيها العجب العجاب تلك القضايا لها خصوصياتها لأن درجة الامتحان والابتلاء بها يهتناسب مع الأجواء التي كان الإمام المعصوم موجودا فيها وأنا لا أريد أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة خلاصة القول حركة جيمان بكواليسها نادرة جدا لا تماثلها حادثة بمثل هذه التفاصيل كيف تأسست على ماذا اعتمدت كيف تجمعت كل هذه المنامات وكيف خططوا أن يقتحموا المسجد الحرام وماذا جرى بعد ذلك حادثة غريبة مميزة بكل تفاصيلها كل هذا سرد إلى أين أريد أن أصل إنني أريد أن أصل إلى النقطة المهمة من كل هذا برنامج إبليسي بالنسبة لي إنني أقطع بإبليسية هذا الموضوع من أوله إلى آخره وإبليس وضع آثاره الأولى حينما رأت زوجة القحطان في صغرها ذلك المنام هذا المنام كان فيصلا في هذه القضية صحيح أن جهيمان أسس جماعته ولكن حركة جهيمان كانت مبتنية على قبول القحطان أنه المهدي والقحطان قبل بهذا بعدما تأكد من رؤية زوجته لذلك المنام إن قدح القبول في قلبه كان يرفض كلامه لكن القبول إن قدح في قلبه الشيطان وضع بداية مخططه هناك إنه مخطط ستراتيجي أتمنى عليكم أن تدققوا معي أنا لا أريد أن أفرض عليكم رؤيتي وتحليلي للوقائع لكنني أفهم هذه الحادثة بما أفهمها وسأعرض لكم فهمي بنحو إجمالي لأن الوقت يجري سريعا أبدأ من هذا السؤال لماذا فعل إبليس كل هذا إنه برنامج معقد بدأ العمل في هذه المجموعة منذ سنة 1966 وتدرج عمله وكانت النهاية في 2011 1979 حينما دخلوا إلى الحرام قبل هذا التأريخ بسنتين ونصف وصل المشروع إلى ذروته حينما اقتنع القحطان بأنه المهدي ما قبل 2011 1979 بسنتين أو سنتين ونصف حينما اقتنع القحطان بأنه المهدي بلغ المشروع الإبليسي الذروة مشروع ستراتيجي لاحظوا ما الذي جرى هناك أمور لا بد أن نأخذها بنظر الاعتبار وقد تبدو لأول وهلة ما هي بأمور مهمة هذا أمر يعرفه السعوديون الذين كانوا يعيشون في مكة والمدينة والأحداث جرت ما بين مكة والمدينة التأسيس كان في المدينة وتنفيذ المخطط كان في مكة أسسوا في المدينة وخططوا في المدينة ونفذوا في مكة في الستينات والسبعينات لم تكن الحكومة السعودية تدقق كثيرا في موضوع الإقامة بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في مكة والمدينة كثيرون من الأجانب يعيشون في الستينات في السبعينات أتحدث عن القرن الماضي عن القرن العشرين كثيرون من الأجانب من غير السعوديين من عرب أو غير عرب ممن يأتون في موسم الحاج ولا يعودون إلى بلادهم ومن دون إقامة ويستقرون هناك والبعض منهم يشتري بيتا والبعض منهم يفتح دكانا والبعض والبعض والحكومة السعودية كانت تعلم بهذا لكنهم كانوا يغضون الطرف لثقافة كانت موجودة ومتوارثة من أن مكة والمدينة هذه حرم آمن ثقافة متوارثة ثقافة دينية عرفية خلاصة الكلام لم يكن هناك من قبل الحكومة السعودية تدقيق في هذا الموضوع فكان هناك مجال لأن يعيش غير السعوديين من دون ملاحقة بعد هذه الحادثة تغيرت الأمور بالكامل مسألة الإقامة ومسألة تأشيرة الدخول منظومة السفر والعمل والعمرة والحج وأنتم تلاحظون كلما مر الزمان كلما تعقدت أكثر وأكثر بداية التعقيد بدأت بعد حادثة جهيمان قد يقول قائل وماذا تريد من هذا أريد من هذا من أن إبليس يريد للأمور أن تتعقد إنه يصنع حواجز لمستقبل الأيام سيأتينا الكلام تدريجيا هذه نقطة لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار النقطة الثانية الحكومة السعودية العائلة المالكة وحتى رجال الدين لم يكونوا مهتمين لأمر المهدي وظهوره هو أمر مذكور في الأخبار وآل سعود لا علاقة لهم بالموضوع ولكن بعد أن حدثت الواقعة تغير الأمر بالكامل الحكومة السعودية وخصوصا دوائر المخابرات أخذت موضوع المهدي بنحو جدي وتشكلت لجان وإلى يومنا هذا لمتابعة هذا الموضوع بدقة وصاروا على بيّنة من الأمر ولذا في بعض الأحيان يأتي شخص ويصرخ بين الحجاج من أنني أنا المهدي لا يبالون به يخرجونه وربما يضربونه أو يضعونه في التوقيف لعدة أيام ويطلقون سراحة لماذا؟ لأنهم عرفوا من هو المهدي وكيف سيكون ظهوره فلقد بحثوا وحققوا ودققوا فلا يبالون بهذا القائل أو ذاك المدعي قبل حادثة جيمان لم يكن السعوديون أتحدث عن الحكومة السعودية على معرفة بالشأن المهدوي وخصوصا الذين هم في مقر القرار في دوائر المخابرات والمتابعة لا يظهرون هذا علنا لكن الأمر كما أقول لكم وهذا الأمر بنفسه انتقل إلى الدوائر الغربية الطائرات الأمريكية بقيت تحوم حول مكة لمدة ثلاثة أسابيع حتى بعد إخراج إجهيمان وجماعته من المسجد الحرام حتى بعد أن سيطرت الحكومة السعودية على المسجد الحرام بقيت الطائرات الأمريكية في أجواء مكة القضية سأعود إليها ولكنني أريد منكم أن تأخذوا هذه الأمور بنظر الاعتبار كي نصل إلى النتيجة ألا تلاحظون أن الأمور هذه لا يلتفت إليها الناس لكنها دقيقة جدا مسألة الإقامة وتأشيرة الدخول وقوانين العمرة والحاج صارت معقدة بحيث أن الحكومة السعودية تسيطر سيطرة كاملة على الموضوع على كل داخل وعلى كل خارج قطعاً لا توجد هناك سيطرة مطلقة لكنها سيطرة شديدة وقوية ودقيقة من بعد حادثة جيمان الحكومة الحكومة السعودية أخذت تتشدد قانونياً وأمنياً في كل نواحي الحياة المختلفة في المجتمع السعودي حتى في مناطق القرى وفي مناطق البدو قبل حادثة جيمان لم يكن الأمر هكذا إنها سيطرة على البلاد قبل حادثة جيمان لم يكن الأمر هكذا قبل حادثة جيمان التشدد الوهابي لم يكن قد جاوز المئة بالمئة يمكنني أن أقول من أنه كان بدرجة السبعين إلى الثمانين بالمئة بينما بعد حادثة جيمان الاعتبي صار التشدد الديني الوهابي أكثر من مئة بالمئة صحيح أن جيمان الاعتبي لم يستطع أن يحقق مراده لأنه ذهب في اتجاه خاطئ لكن حركة جيمان وهي برنامج إبليسي حقق إبليس ما يريد الفسحة التي كانت في جهة الإقامة والتأشيرة وزيارة بيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوي هذه الفسحة ألغيت وانتهت كذلك هذا البرنامج الإبليسي فتح عيون المخابرات السعودية فتح عيون السعوديين بخصوص موضوع الإمام المهدي وأنصاره لقد اطلعوا على كل التفاصيل وخصوصا التي في الكتب الشيعية هم يعرفون من أن الكتب الشيعية هي التي تجتمل على المعلومات الصحيحة التي ترتبط بحركة الإمام المهدي هذا الأمر يعرفه المتخصصون السعوديون بغض النظر عن الخطباء الوهابيين البلها ما هم رجال دين كرجال الدين الذين عندنا مجموعة من الأغبياء والتافيين المتخصصون بالأمر يعرفون أن المعلومات الصحيحة في الكتب الشيعية ولذا فإن الدوائر اليهودية تهتم مهتماما بالغا في الكتب الشيعية التي تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله عليه أقول هذا الكلام ليس تحليلا إنني أقول هذا الكلام عن معلومات دقيقة وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلث وبالوثائق في برامج السابقة نفس بناء المسجد الحرام والمسجد النبوي كذلك عملية تحصين أمني شديد جدا قبل حادثة جهيمان لا يوجد تحصين أمني وقد سردت لكم في التفاصيل من أنهم أدخلوا الأسلحة وأدخلوا التمور والمواد الغذائية الجافة بحسب ما يقول بعضهم أدخلوها قبل سنة أو قبل ستة أشهر أدخلوها وخزنوها ولم يعلم بذلك أحد فلا توجد كاميرات ولا توجد أجهزة رقابة دقيقة تغير الأمر بدرجة مئة بالمئة ألا تلاحظون أن هذه التجديدات ستمثل عوائق للحركة المهدوية حينما تبدأ تتحرك وفقا للأسباب الطبيعية هذه عوائق طبيعية إذا كانت الحركة طبيعية العوائق الطبيعية ستعيقها وحركة الإمام في بداياتها حركة طبيعية حينما يرسل رسوله إلى أهل مكة في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة كي يبلغ الناس ومن بقي من الحجيج رسالته مباشرة القوة السعودية المختصة بهذا الأمر ستقتله أخذوا العبرة من حركة جهيمان وأخذوا العبرة بشكل دقيق حينما تخصصوا في دراسة الحركة المهدوية الأصيلة ومن مصادرها الصحيحة من المصادر الشيعية ولذا فإن رسول الإمام سيقتل الذي وصف بأنه نفس زكية رواياتنا وأحاديثنا هكذا تقول من أن ظهور الإمام سيكون بعد سفك الدم الحرام في الشهر الحرام وفي المحل الحرام في الشهر الحرام في شهر ذا الحجة وفي المحل الحرام في المسجد الحرام أما أدموا الحرام فهو رسول إمام زماننا البياهن السعودي يجتمل على نفس هذه العبارة ولكنه يتحدث عن إجهيمان وجماعته من أنهم سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام إنه شهر محرم في البلد الحرام هذا المضمون موجود في البيان السعودي إنه البيان الذي أعدته الحكومة السعودية ووقع عليه العلماء السعوديون الوهابيون مرت الإشارة إليه قبل قليل يجتمل على هذا التعبير من أنهم سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام كان ذلك في شهر محرم في البلد الحرام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشددت إلى حد بعيد بعد حادثة إجهيمان الحكومة السعودية سكتت عنه إنها تريد أن ترضي الوهابيين من رجال الدين أو من عامة الناس ولا بد أن تعرفوا من أن عدد الوهابيين في السعودية ليس هو الأكثر بالقياس إلى سائر المذاهب الأخرى ليسوا قليلين لكننا إذا أردنا أن نقيس عددهم بأتباع المذاهب الأخرى وهي كثيرة في السعودية فإنهم فإنهم سيكونون الأقل بالقياس إلى مجموع أتباع المذاهب الأخرى فهذا يعني أن السعوديين بشكل عام ما هم بوهابيين إلا أن الوهابيين هم الذين يتصدرون المشهد أتحدث عن رجال الدين أو عن رجال المال والأعمال حديثنا ليس عن هذه النقطة إنما قلت من أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشددت إلى أبعد الحدود وتجاوزت صلاحياتها أخذت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة أخذت تتابع الجميع بعد حادثة جهيمان مباشرة مباشرة بعد الحادثة مباشرة لم تخرج امرأة مذيعة على شاشة التلفزيون لمدة زمنية فإن الحكومة السعودية تريد أن تتماشى مع ذوق إخوان من طاع الله الجدد وبعد أشهر بدأت المذيعات السعوديات يخرجنا على شاشة التلفزيون ولكن حينما يأتي شهر رمضان تختفي المذيعات مرة أخرى وبقي هذا الأمر للعديد من السنين لفترة طويلة بعد حادثة جهيمان بعد حادثة جهيمان بدأت المحلات التي تبيع الملابس النسائية وما يرتبط بالزينة والمكياج وسائر التفاصيل التي تحتاجها النساء بدأت هذه المحلات بتقليل عرضها الواضح وذكرت لكم من أنه في سنة 1965 هجم طلاب العلوم الدينية على المحلات في المدينة المنورة وفعلوا ما فعلوا مر هذا علينا عملية عزل النساء عن الرجال صارت منتشرة في السعودية بعد حادثة جهيمان في الأماكن العامة في دوائر الدولة في المستشفيات في الأماكن العامة بدأت عملية العزل بين الرجال والنساء هذا لم يكن موجودا قبل حادثة جهيمان هذه مصاديق للتشدد الديني الوهابي وبدأت تتشكل مجموعات تتحدث عن الجهاد ولذا فإن الحكومة السعودية أرادت أن تتخلص منهم فوجدت لهم متنفسا في أفغانستان هذه المجموعات الجهادية بدأت تتشكل بعد حادثة جهيمان قبل حادثة جهيمان الاعتابي لم تكن هذه المجموعات الجهادية قد تشكلت فاستطاعت الحكومة السعودية أن تتخلص منهم تبنتهم في إيصالهم ودعمهم والشد على أيديهم في أن يحقق الجهاد في أفغانستان الحكاية معقدة ألا ترون ذلك نذهب إلى فاصل سأقف عند هذا الحد هناك الكثير من النقاط التي يكون من المناسب أن أتحدث عنها في الأحوال التي تغيرت على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى السياسي في الواقع السعودي في المجتمع السعودي إذا أردت أن أقوم بمقارنة ما بين مرحلة ما قبل حادثة جهيمان وبين مرحلة ما بعد حادثة جهيمان لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الموضوع لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء وإذا أردت أن أسهب فيه فسأحتاج إلى حلقة جديدة وأنا أريد أن ألملم أطراف حديثي بهذه الحلقة بقدر ما أستطيع إذن بعد كل هذه الإشارات صار واضحا هناك شيء يريده إبليس هذه الحادثة أحدثت ما أحدثت من تغييرات واضحة قد لا يراها الناس قد لا يتلمسها المتلمس العادي هذه الأمور بحاجة إلى خبير ستراتيجي يتفحص دقائق الأمور في الحياة كي يضع يده على مفاتيح دراسة الواقع ومعرفة ماذا يجري على خشبة المسرح وماذا يجري في كواليس المسرح زبدة الحديث زبدة الحديث إبليس فعل كل هذا قد يسخر مني ساخر وأنا أتحدث عن إبليس فليسخر الساخرون هذه حقيقة حقيقة إبليس يعبث بالواقع البشري هذه حقيقة إبليس يخطط في الخفاء هذه ما هي بخرافة وإبليس يتواصل بشكل مباشر مع الذين يعملون في خدمته هذا ما هو بوعظ ديني هذه حقائق علمية حينما أتحدث عن حقائق علمية إنني أتحدث عن معادلات عقلية واضحة إنني أتحدث عن معلومات دينية قطعية إنني أتحدث عن قراءة متأنية للواقع في ماضي الأيام وفي حاضرها وليس هناك من تفسير إلا هذا الذي أتحدث عن إبليس خطط كل ذلك ورتب كل ذلك وفعل كل ذلك قطعا ضمن السياقات الاعتيادية ولذا فإنني بدأت بحديث عن الظروف الموضوعية وعن الملابسات التاريخية لهذه الواقعة وتسلسلت معكم في الحديث شيئا فشيئا لأن إبليس حينما يريد أن ينفذ برنامجه بعد أن يخططه بإحكام وبعد أن يختار النماذج البشرية المناسبة جدا لتنفيذ برنامجه تارة يعلمون بما يفعلون وتارة لا يعلمون بما يفعلون إنهم يذهبون في اتجاه آخر لماذا؟ لأن إبليس يقوم بطمس عقولهم وبعد أن يقوم بطمس عقولهم يتحكم بعقولهم هذا الدور يقوم به رجال الدين في كل الديانات يقومون بطمس عقول أتباعهم وبعد أن يقوموا بطمس عقول أتباعهم يقومون بتوجيه عقولهم كيف ما يريدون ولذا دائما في برامج أدعو الشباب من أبناء وبناتي إلى احترام عقولهم إلى أن يكونوا أحرارا أحرارا في داخلهم أحرارا في فكرهم لا أتحدث عن حرية منفلتة لا أتحدث عن حرية الشهوات ورغبات الإنسانية الحيوانية الجامحة هذا موضوع أخر أنني أتحدث عن حرية العقل وأتحدث عن حرية القلب وأتحدث عن حرية الوجدان وأتحدث عن حرية الفطرة الإنسانية أتحدث عن هذه الحرية لذا أدعوكم إلى الحرية وإلى احترام عقولكم كي لا تكونوا عبيدا في سوق النخاسة عند رجال الدين في كل الأديان لكن طامتنا أكبر في الواقع الشيعي هناك القداسة المزيفة هذه هي التي دمرتنا ودمرت العقل الشيعي قداسة مزيفة هي في الحقيقة خراء مقدس هي خراء ولكنه صار مقدسا كيف صار الخراء مقدسا فهل يمكن أن يكون الخراء مقدسا نعم في الأجواء الشيعية نحن يكون الخراء مقدسا حينما يطمر العقل بخراء المرجعية ويتكدس الخراء على العقل الشيعي ويتكلس خراء المرجعية الشيعية على العقل الشيعي غاب العقل الشيعي تحت خراء مراجعنا العظام أتحدث عن الخراء الفكري عن الخراء العقائدي عن الخراء الديني لقد غاب العقل الشيعي تحت هذا الخراء المتكدس المتكلس ولذا فإن التعامل مع العقل الشيعي خصوصا إذا كان الحديث بهذا المستوى سيكون عسيرا وعسيرا جدا إن لم يكن مستحيلا أعود إلى كلامي أعود إلى إبليس وإلى برنامجه المنظمي وإلى برنامجه الستراتيجي لماذا فعل كل هذا من وجهة نظري وهذا فهمي للأحداث توافقونني لا توافقونني هذا أمر راجع إليكم هذا الحدث وقع متى؟ هذا الحدث وقع بعد تحقق علامة من علامات الظهور المهدوي لم تتحقق علامة بقوتها إنها الثورة الإيرانية قطعا حمير المراجع من السيستانيين والشرازيين وغيرهم سيقولون هذا خميني يمدح الخميني أنا هنا لا أمدح الخمينية ولست خمينيا ولا أمدح الإيرانيين ولست إيرانيا أنا أتحدث حديثا علميا الثورة الإيرانية الثورة الإيرانية الثورة الإيرانية علامة قوية تخبرنا عن قرب عصر الظهور لا أتحدث عن سنة أو سنتين مرت علينا قرون قرون حتى لو كان الظهور بعد قرنين من الزمان هذا يعني أن الظهور قريب متى غاب إمامنا؟ غاب إمامنا سنة ميتين وستين للهجرة نحن الآن في سنة ألف واربعمية واربعة واربعين في أواخر أيامها نحن مقبلون على سنة ألف واربعمية وخمسة واربعين متى غاب إمامنا؟ غاب إمامنا في السنة الستين بعد المائتين سنة ميتين وستين للهجرة بدأت الغيبة الأولى ومتى انتهت؟ سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة ثم بدأت الغيبة الثانية التي نحن فيها بدأت منذ شعبان سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة وها نحن في أواخر أيام سنة ألف واربعمية واربعة واربعين للهجرة قرون مرت قرون إذا بقي ما بيننا وبين الظهور قرن قرنان هذا يعني أن الظهور قريب أنا لا أقول هكذا لكنني أريد أن أقول لكم من أنني حين أتحدث عن قرب الظهور فإنني لا أتحدث عن سنة أو سنتين أئمتنا منعونا من التوقيت وأنا أمتنع من التوقيت ليس لأن أمتنا من التوقيت وأمرونا أن نكذب الموقتين لأنهم جهال حمير هذا هو سبب فأنا حينما لا أوقت ليس تعبدا بالنص التوقيت التوقيت جهل التوقيت جهل الذي يعرف قوانين الغيبة وأسرار البرنامج المهدوي لا يوقت لا يوقت لأن التوقيت جهل 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 مطبق فإذا ما سمعت موقت فهذا جاهل حمار لا يفقه قوانين الغيبة وقوانين الظهور وأسرار البرنامج المهدوي وحينما أحدثكم أن الثورة الإيرانية التي انتصرت في الشهر الثاني من سنة 1979 وهذه الحادثة وقعت حادثة جهيماني الاعتابي وقعت سنة 1979 عشرين احدعش 1979 الثورة الإيرانية انتصرت في الشهر الثاني سنة 1979 ولم تكن حركة جهيمان على علاقة بالشيعة مطلقة الثورة في إيران ثورة شيعية والحركة التي كانت في مكة حركة وهابية مناقضة للشيعة بدرجة مئة بالمئة حتى لا يكون هناك ربط برنامج إبليسي خفي إلى أبعد الدرجات هذا البرنامج الإبليسي وضع النقاط ووضع الأسس لخطوة أخرى لحركة أخرى تكون معيقا طبيعيا لحركة إمام زماننا الطبيعية في أول أمرها عرفتم الأمر أو لا القضية بعيدة في التخطيط عميقة في الغايات ومثل ما إبليس خطط لها منذ أن أنشأ الجماعة السلفية المحتسبة إنها جماعة إجهمان ومنذ أن خطط لها عبر المنام الذي رأته البنت التي ستتزوج القحطان قبل أن تراه وقبل أن تعرفه فرأت مناما من أنها تتزوج المهدي عودوا وقرأوا الروايات في علاقة إبليس مع فرعون عودوا وقرأوا الروايات في علاقة إبليس مع قوم لوط عودوا وقرأوا الآيات وقرأوا الروايات التي ترتبط بتلك الآيات ماذا كان موقف إبليس في واقعة بادر وماذا كان موقف إبليس في واقعة خيبار وماذا كان موقع إبليس حينما جاء أهل يثرب لبيعة النبي لقد صعد على جبل أبي قبيس وصاح في أهل مكة من أن أهل يثرب جاءوا يبايعون محمدا واستيقظت قريش على صوت حسي سمعه الجميع ماذا فعل إبليس في دار الندوة حينما اقترح على قريش الطريقة التي يقتل بها رسول الله وماذا يفعلون معه ماذا فعل إبليس في يوم غدير خوم عودوا إلى أحاديث العترة وماذا فعل إبليس في سقيفة بني ساعدة وفي كتاب سليم بن قيس أول شخص بايع أبا بكر كان إبليس هذا في أحاديث العترة الطاهرة وماذا فعل إبليس في يوم عاشورة عودوا إلى الروايات حكاية إبليس حكاية طويلة معقدة عودوا وقرأوا قصص الأنبياء وتفحصوا الأحداث والمجريات التي جرات ما جرى في الأمم السالفة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة القذة هي الريشة التي تكون في آخر السهم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل ذراعا بذراع وباعا بباع القياسات هي هذه الذراع هو الذراع وأما الباع فهو هذا ما بين اليدين تقريبا الذراع يكون نصف الباع تقريبا ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه ما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة وهذه الأحاديث موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة فما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة اقرأوا التأريخ الديني لليهود في كتبنا وحتى في كتبه ما هو موقع إبليس وقرأوا تأريخ النصارى في كتبنا وفي كتبه ما هو موقع إبليس إبليس له موقع كبير كبير في الأجواء الدينية لكنه كيف يستطيع أن ينفذ برامجه إنه ينفذ برامجه عبر رجال الدين ومن هنا فإن الأديان التي بين أيدي الناس أديان شيطانية ما أهن الذي أقول نصوص الآيات ونصوص الأحاديث عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هي التي تقول لو كان المقام يساعد أن أسهب في الحديث لأسهبت وأسهبت وأسهبت فحينما أتحدث عن الثورة الإيرانية أنا هنا لا أتحدث عن موقف سياسي ولا أمدح جهة ولا أمدح شخصا لأننا أعرف أن الحميرة من أتباع المراجع من السيستانيين والشرازيين يتركون كل هذه الحقائق ويمسكون بالأمر لا من ذيله من خرائه يمسكون لعقولهم الخرائية أنا أعرف هذه الحقيقة لكنني لا أتحدث معهم لا شأن لي بهم وبعقولهم الخرائية أنا أتحدث عن حدث وقع على الأرض أتحدث عن الثورة الإيرانية التي هي أهم علامة من علامات الظهور وقعت إلى الآن أهم علامة من علامات الظهور وقعت إلى الآن أقول هذا اعتمادا على خبرتي واعتمادا على فهمي وقلت لكم قبل قليل إنني لا أفرض فهمي على أحد ولا أجعل خبرتي حجة على أحد إنما أنا الذي أتحدث البرنامج برنامجي وأنا أتحدث فيه وأنا حر كيف أتحدث وعن ماذا أتحدث فهذا هو حديثي الذي يستند إلى خبرتي وإلى فهمي إني لا أعرف علامة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن أقوى من علامة الثورة الإيرانية التي تشير إلى قرب عصر الظهور مثلما قلت لكم لا أتحدث عن سنة أو سنتين إنني أتحدث عن زمان طويل امتد بنا منذ ميتين وستين للهجرة وإلى الآن أتحدث باللحاظ إلى هذا الزمان الطويل فإن كان الظهور بعد مئة سنة فإنه سيكون قريبا وقريبا جدا بالقياس إلى الفترة الزمانية المتقدمة وأقول هذا على سبيل المثال فأنا لا أوقت لأن التوقيت جهل ولأن التوقيت غباء الذي يعرف قوانين الغيبة والظهور والذي يعرف أسرار المشروع المهدوي لا يمكن أن يوقت أو أن يضع احتمالا للتوقيت فهذا غباء في غباء في غباء نذهب إلى فاصل أيام الأمويين في أواخر أيامهم كان الحسنيون إنهم أبناء وأحفاد إمامنا الحسن المجتبة كانوا يجتمعون مع العباسيين أولاد وأحفاد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب فكان الحسنيون من أولاد الحسن المجتبة والعباسيون من أولاد العباس بن عبد المطلب يلتقون يلتقون فيما بينهم وكانوا يخططون للإطاحة بالدولة الأموية بالحكم الأموي وهم قد رسموا رسما ووضعوا برنامجا من خلال معطيات يعرفونها وما هي بدقيقة بالضبط كما فعل إجهامان الاعتابي جمع معطيات وحدد أن محمد عبد الله القحطاني هو المهدي هؤلاء أيضا قالوا من أن المهدية هو محمد ابن عبد الله المحط إمامنا الحسن المشتبة أحد أولاده الحسن المثنى عبد الله المحط هو ابن الحسن المثنى وإنما قيل له المحط لأن أباه ابن الإمام الحسن المشتبة ولأن أمه بنت الحسين الشهيد فهو مولود ما بين الحسنين فهو علوي محط هكذا أطلقوا عليه فعرف بعبد الله المحط لكنه لم يكن على وفاق مع مع إمامنا الصادق الذي كان إمام زمانه كان خارجاً عن طوع إمامنا الصادق صلوات الله عليه الحسنيون والعباسيون لهم طريقهم لهم برنامجهم عبد الله عبد الله المحط هو ابن الحسن المثنى والحسن المثنى هو ابن الحسن السبت عبد الله المحط عنده ولدان عنده أكثر من ولدين لكنني أتحدث عن ولدين مميزين محمد وإبراهيم هذا محمد هو الذي اشتهر بين الناس من أنه النفس الزكية اشتهر بين الناس بهذا اللقب بهذا الوصف من أنه النفس الزكية محمد ابن عبد الله المحط كان الحسنيون والعباسيون يقولون عنه بأنه هو المهدي ويقصدون من ذلك من أنه هو الذي سيأخذ بثأر الحسين وسيسقط الحكم الأموي وسيكون حاكما وخليفة على المسلمين هذا هو الذي كانوا يقصدونه إذن مهديهم من هو محمد ابن عبد الله المحط هذا هو مهدي الحسنيين والعباسيين هذا الأمر شاع بين الناس باعتبار أن هؤلاء معارضة كلام المعارضة ينتشر بين الناس الناقمين على الحكومة الموجودة آنذاك قطعاً محمد ابن عبد الله المحط لم يكن موجوداً بين الناس كان مختفياً عن أعين السلطة لكنهم يجتمعون في السر المنصور الدوانيقي قطعاً هذه الألقاب صارت له بعد أن صار خليفة هو عبد الله اسمه عبد الله عبد الله هذا بايع محمد ابن عبد الله المهد بايع المهدي وكان يمسك له الفرس حينما يريد أن يركبها يقدم الفرس له ويمسك له ركابه حتى يضع رجله في الركاب ثم يسوي ثيابه على قدمه فأبو جعفر المنصور الذي صار خليفة وقتل محمد ابن عبد الله بعد ذلك حينما ثار عليه محمد ابن عبد الله في المدينة كان خادما عند محمد ابن عبد الله المحط المنصور اسمه عبد الله المهدي المزعوم ما بين الحسنيين والعباسيين هو محمد ابن عبد الله المحط فصار معروفا عند الناس أن اسم المهدي هو محمد ابن عبد الله الإمام الصادق لم يكن يواجه هؤلاء لأن برنامجه يقتضي أمرا آخر وإن كان اجتمع بهم ونصحهم وقال لعبد الله المحط إن ولدك لن يصبح خليفة وأشار إلى أبي العباس السفاح وإلى أخيه المنصور قال هذا يكون خليفة وهذا من بعده المنصور يقول حين سمعت الصادقة يقول هذا الكلام بدأت باختيار رجالي ووزرائي منذ ذلك الوقت يعرفون الأئمة يعرفون الأئمة يعرفون الأئمة وحق الزهراء مثل ما مراجع النجف وكربلاء يعرفون الصدق كلامي وحقائق ما أقول لكن الأيام هي الأيام لكن الواقعة هو الواقع أنا لا أشبه نفسي بالعترة الطاهرة من أنا ومن أهلي وعشيرتي وما قيمتي لكن نناقل لكلامهم أشبه حق كلامهم الذي أنقله لكم بحق كلامهم الذي كان المنصور الدوانيقي وغيره يسمعونه ويقرون به فيما بينهم وبين أنفسهم وليس أمام الناس مثل ما كانوا يجتمعون العباسيون اللعناء ويقرون فيما بينهم بفضل الأئمة وبفضل علمهم ولكنهم يسعون في قتلهم وقتلوهم هذا هو حال رجال الدين على طول الخط فالعباسيون رجال دين رجال دين الشيطان والعباسيون رموز دينية مقدسة عند هذه الأمة في زمانهم وحتى بعد زمانهم ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله على رجال الدين الذين كانوا معهم الذين سوقوا للعباسيين والذين سوقهم العباسيون للناس فشاع بين الناس والناس يحبون الأكاذيب الناس يحبون الأباطيل لا يحبون الحقائق إذا أردنا أن ننشر الصدق فيما بين الناس لا ينتشر الصدق ولكن إذا أردنا أن ننشر الأكاذيبة فإن الأكاذيبة هي التي تنتشر والتي يقبل عليها الناس هذا أمر ليس خاصا بمجموعة من البشر طبيعة البشر هذا لأنها تنساق مع البرنامج الإبليسي موضوع كبير معقد هذا شاع بين الناس أن المهدية هو محمد ابن عبد الله المحط ومرت الأيام والناس مع الأقوياء وصار العباسيون خلفاء وقتل الدوانيق محمد ابن عبد الله المحط وسمى ولده محمدا المهدي الذي صار خليفة من بعده ولقب نفسه بالمنصور لماذا؟ لأن الأحاديث تقول من أن المنصور يكون مقدمة للمهدي فلقب نفسه بالمنصور وهو عبد الله وسمى ولده محمدا المهدي وطلب من علماء السوء أن يضعوا الأحاديث عن رسول الله في أن المهدي من ولدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ومن هنا جاءت التسمية وإلا فالمهدي هو ابن الحسن العسكري المهدي المهدي مهدينا والعترة عترتنا ونحن نعرف أسراره ونعرف أحاديثه قائم آل محمد من آل محمد من العترة المعصومة هذا الذي يقوله جيمان الاعتابي من أن المهدية هو محمد ابن عبد الله وهذه أحاديث صحيحة بحسب قوانين ناصر الدين الألباني هذا هراء هذا هراء الألباني وهراء جيمان الاعتابي وهراء القعطاني ألا تلاحظون كيف يكون التحريف فوق التحريف وكيف يكون التحريف بعد التحريف يا شباب السنة المهدي مهدينا مهدي العترة هؤلاء لا يفقهون شيئا عن المهدي صلوات الله وسلامه عليه وقت الحلقة صار طويلا جدا بقي عندي كثير من الكلام أتمنى أن أجد له فرصة أخرى جدا